التقت السلطة المحلية بحضرموت رئيسه وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وخلال اللقاء استمع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي من رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي لنتاج لقاءتها مع قيادة السلطة القضائية والأجهزة العسكرية والأمنية وتنفيذ دورة للمختصين باللجنة في حضرموت هذا واجر في اللقاء مناقشة سبل تسهيل مهام اللجنة كالتزام مهنية تجاه ما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلادنا وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية على تقديم كافة نوع الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين لجنة الوطنية من تأدية مهمتها القانونية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر